ماجي فرح صاحبة النظرة الوقعية أو التشاؤمية كما يطلق عليها البعض بتتوقع أحداث كارثية لعام 2021 للعالم كله إيه اللي توقعته ماجي لعام 2021؟ تابعوا معينا قبل ما نبدأ ما تنساش تدعمنا بلايك وشير للفيديو ولو أنت أول مرة تشوفنا اشترك دلوقتي في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا الجديدة أهلا بيكم متابعين الأعزاء على قناة الأبيض تيفي وأخطر توقعات الفلكية الشهيرة ماجي فرح لعام 2021 قالت ماجي فرح في توقعاتها سنشهد فترة من الارتياح مع مطلع عام 2021 خاصة أننا نسير نحو طريق المخاض منذ فترة ولمدة عدة سنوات وكان أصعبها عام 2020 ومن عام 2021 حتى عام 2025 ستنتهي جميع المشاكل والحروب وسترتاح الشعوب ويخف الضغط ونصل إلى مرحلة جديدة توقعات ماجي أنه حيكون فيه عدد من التغييرات والأحداث الهائلة اللي حتحصل في كل دول العالم منها أمريكا وأوروبا وعدد من الدول العربية منها مصر ولبنان وسوريا والعراء بالإضافة إلى حدوث الزلازل والفيضانات وقالت في توقعتها أنه لن نشهد أي دولة أوضاعها جيدة فلن تكون أي دولة أفضل من غيرها لأن المشاكل سوف تنتقل من دولة إلى أخرى وأننا حنتفاجئ بحدوث مشاكل وحروب في دول لم نكن نتوقعها نهائيا وقالت ماجي أن الخلاص من وباء كورونا حيكون في شهر يونيو 2021 وقالت أخاف أن يعود كورونا بين شهري أغسطس وأكتوبر أو من انتشار وباء جديد وقالت ماجي أن بداية عام 2021 حتكون دقيقة وحتكون مليئة بالمشاكل وأن الحلول حتبصر للنور في منتصف العام وسيحدث خروجا من النفق وبتقول أن في عام 2021 حيكون دورة الهواء بدلا من دورة التراب اللي كانت في العام الماضي والأمر ده حيؤدي لنظام عالمي جديد وانقلابات كثيرة في العالم وتوقعت أنه هيحصل مفاجآت إيجابية خلال فصل السيف في عام 2021 مع وجود بعض المشاكل والخضات والحروب الأهلية وقالت أنه حيكون فيه تغيير في الشرق الأوسط حتى أن الدول العربية حتكون في قلب العاصفة وتوقعت أن عام 2021 حيكون عام مفصلي حتتبدل فيها تقاليد سائدة وعادات وأنظمة حياتية في العالم بتتوقع ماجي كمان حدوث أزمية غير متوقعة وكوارث ومفاجآت صادر وقالت أن العالم حيشهد ارتفاع نسبة الإغتيالات وسيكشف النقاب عن المسطور وتظهر الفضائح وتزداد الأحزاب السياسية المتطرفة اللي حتسيطر على العالم توقعت ماجي فرح أن عام 2021 حيكون أعنف وأشرص لأنه حتزداد الكوارث الطبيعية وحتكون الأوضاع للعالم كله متأزمة بالإضافة لتوقعتها بحدوث انهيارات اقتصادية وأزمات مالية ضخمة عالمية وكذلك انهيارات أمنية في العالم وتوقعت حدوث حروب وانقسامات وانقلابات بين الدول الكبرى وأطلقت ماجي على عام 2021 إنه عام الخلاف والنزاعات وقالت إنه هتحصل ثورة في مجال الأدوية والاكتشافات العلمية في عالم الاتصالات والتقنيات توقعت أيضا اندلاع للحروب الهائلة والهزات الأرضية والفيضانات والاغتيالات وسيكون هناك وفاء لقائد كبير بشكل مفاجئ وصلنا معاكم لختم حلقة التوقعات النهاردة لما يجي فرح لعام 2021 واللي وصفته بإنه عام الحروب والأزمات بندى ربنا إنه ما يحصلش أي أحداث سيئة للعالم وإن ربنا يحفظنا جميعا ويحفظ الشعوب العربية والإسلامية ودي ليست إلا مجرد قراءات وتحليلات للوضع الاقتصادي والسياسي في العالم وعلى ضوءه بيبني المتوقع تصوره من توقعاته لما يمكن أن يحدث لكن لا يمكن لأحد أن يتنبأ بما يمكن أن يحدث لأن ذلك غيبيات ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى شكرا لحسن متابعتكم ودمتم بكل خير وسعادة شكرا لحسن متابعتكم ودمتم بكل خير وسعادة